السلام عليكم معكم امال المباركين دين تبركان مشاركة سابقة في مستر شاف النسخة الرابعة في 2018 والفائزة بلقى بمهرجان طيب لديك احسنته بخاوية في 2019 وسلسلة النجاحة الحمد لله ما توقفتش ومشيت المصر في مهرجان جولدن شاف الدولي اللي كان مقام في مدينة الغردقة حرزت فيه في العمل الفرضي الحمد لله على الميدالية الدهبية كيف العادة دائما خاصني انا نجيب شي حاجة اللي هي الدهبية الجمهور ديلي كان شكركم ومرحبا بكم معي من بعد المشاركات ديولي سواء في مستر شاف والطياب بلدي اللي فست به في اللقب تفتحوا لي ابواب كبيرة ديال العمل وديال اللي هي تنظيم الحفلات وتسليم الوجبات الجاهزة هاللي حققت فيها نجاح كبير الحمد لله ورضيت فيها الزبائن ديالي وكنت وصلت الواحد المستوى اللي هو فعلا احساده عليها الحمد لله مشينا لمصر بالهدف ديالنا واحد اننا نهزو راية البلاد الفوق ونتبتو الوجود ديالنا بين الدول مشاركة وكيما تعود نحن المغربة الحمد لله دي ما كنديرو مجهودات اللي هي فوق منطقتنا ودرنا مجهودات كبار ومصاريف اللي كانت والتكاليف اللي كانت من مجهودنا الخاص تكاليف كانت علينا والهدف ديالنا كان واحد هو اننا نهزو الرياء ونتبتو الوجود ديالنا بين الدول في العمل الفرضي الحمد لله ربي وفقنا ولكن مع الاسف العمل الجماعي كانوا بعد تدخلات وكان بعد التلاعب والتسيوب والاهمال اللي للفريق المغربي عانى به كما عانوا به على منظر فرق اخرى ولكن على رأسها الفريق المغربي كان كيعاني بزاف الاهمال اللي كان الفريق المغربي كيعاني به هو التسيوب اللي كان كان السبب دياله هو رئيس الوفد المغربي اللي هو رئيس الجمعية لكن هذا يتمثل في حركات وشي تصرفات اللي هي ما كناش فاهمينها في الأول بالضبط ولكن أنا غادي نسرد لكم مختصرات وبعض اللقطات ولكم الحكم خروقات الخروقات اللي مارسها علينا رئيس الوفد المغربي هي كانت بعد تصرفات اللي كانت غير مفهومة كانت كيديرها معانا وهي كالتالي النهار اللي كان عندنا الاجتماع باش لغداليه غادي نديرو الاختيبار دي الفورق تكلفنا حناية بمجهودة على حسب نفقتنا الخاصة باش تقضينا ذك شي اللي غادي نخدمو به والتضليل اللي ضللنا فيه التضليل الأول والكبير اللي ما غادي يسمح لوته واحد من الفارق اللي درنا حنا يكوننا مشكلين والفارق المغربي ما غادي يسمحوا فيه وهو تضليل دي التوقيت قال لنا السيد انه غادي يكون عندنا لي اختبار فيه المدة دي الفاعتين عاد نقدمو الأطبق ديولنا بتلاتة من اللي بدنا الخدمة من بعد ربوع ساعة جعلنا وحد الشاف قال لنا بقاتلكم ربوع ساعة وتعطونا طبق المقبلة مع ان احنا يا السيد من اللي قال لنا جوجد الساعات اختارينا أطبق اللي فعلا كانت استغرق من الوقت جوجد الساعات وهذا بالرأي ديالو هو اللي قال لنا ديروا هاد الأطبق ديروا البستيلة ديروا لسوغي دانيو محمرة بالخضرة ما يمكنش يوجدو في نص ساعة والأدهم من ذلك انه كتشفنا انه مدة اللي امتيحن هي نص ساعة هي ساعة ونص كل نص ساعة خاصنا نحطه طبق هذا الاخترق الأول من بعد ما درنا مجهود كتفنا المجهود ديالنا احنا الفريق اتفقنا بتحت هذه الضغوطات هادو كتفنا المجهود ديالنا واتفقنا اننا نكمله الاخير رامق قدمنا الأطبق ديالنا في توقيت المحدد وكنا حصلنا على ارتصامات من الجنة التحكيم توفيد اننا كنا نفصل بالموضوع حطينا أطبق موضوعية ماشية في الموضوع اللي طلبوه لنا اننا نشاركو بأطباق مغربية كل واحد يمثل البلد ديالو في المطبخ ديالو من اللي سالينا احنا هي المسابقة وجمع نصافي احنا هي جمع نحويجنا رئيس دلوف ديالنا قلنا صافي ممكن انكم مكايل لاش تقلسوا هنا سيرو طلعوا اللو تلت ارتاحو مشينا طلعنا الغرف ديالنا رتاحينا شوي ونزلنا من اللي نزلنا لقينا السيد خوا بلستو مكايلناش نزلنا البلسة ديال من اللي نزلنا البلسة فين كيكون نورمال مون نفسها مشينا طلينا ضربنا هكيشفنا بعيني نلقينا بلستو خاويا والفيش ديالو وستيلو محتوطين فوق الطبلة مكايلنش هو هبطنا مشينا البحر لقينا كي تصور بالضبط مع الوفد الفلسطيني نحن المغاربة الحمد لله في العمل الفرضي وأقولها وأعيدها في العمل الفرضي أحصلنا على نتائج جد مشرفة كنا نبين أحسن الدول وأحصل العناصر اللي مثلت البلد يالها وخير دليل هو هذا بالنسبة للاختبار الفروق جاء الوقت الإعلان عن النتائج تفاجئنا أن المغرب مع الأسف غير مرتب كنحمل المسؤولية لرئيس الوفد ديالنا هو اللي كنحمل المسؤولية مباشرة على هدى السيوب اللي وقع لنا حتى ما نعرفين بغا يوصلنا ولكن وقفنا أرضينا لهم الميداليات أرضينا لهم شواهد تقدير أحنا المغربة كلنا وسندونا الشعوب للدول الأخرى لجزائر ليبيا لبنان لمنساش الخير ديالهم اللي وقفوا معنا وقفة الرجل الواحد وسوريا كذلك واحتجينا احتجاج كبير اللي المديرة المهرجان طلبت أن يعودوا لنا غير الحساب يعودوا لنا العدد ديال النقاط وأخيرا اتفاجئنا المفاجأة الكبرى أن اللوائح غير موجودة قلبوا على رئيس لجنة التحكيم باش يستلموا من عنده اللوائح ملقاوهش الوفد السعودي غادر برئيس لجنة التحكيم دياله كذلك قلبوا على نائب دياله نائب دياله كان مصري جنسية قلبنا عليه كل شي قلب عليه فين مشا ما كانش غادروا ساحة المهرجان وخلوا كل شي الدنيا مشتابكة مع بعضياتها كيتضح تضحج لي أن هناك خروقات وتلاعبات تحت الطاولة مع الأسف ونعاود نحمل المسؤولية لرئيس الوفد ديالنا اللي ما قامش بالمهام دياله اللي خرجنا أرض الوطن وعملنا بهات المعاملة هدي بحال هكذا وحنا الهدف ديالنا وصيرنا من جيبنا باش نرفعوا راية الوطن باش نرفعوا الراية وانتبتوا الوجود ديالنا هاد الفوز هادا هاد الفوز اللي حققناه وحققته حتى أنا إنه كان هديوه الشعب المغربي كامل وعلى رأسينا سيدنا الله ينصره كان هديوه الفوز ديالنا لصاحب الجلالة راعي التقافات وراعي الشباب وراعي المجهودات الخاصة سيدنا الله ينصره محمد السادس طلب من الناس والجهات المعنية أنها تدير إعادة النظر في منح الرخص الجمعيات والكفاءة ديال الرؤساء الجمعيات ماشي من هبب ودب يسمي راسو رئيس جمعية ويجمع وفد اللي كي تكون من 16 مغربي يخرجوا خارج أرض الوطن ويدير فيها منكر بحال هكذا ترجمة نانسي قنقر